موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم السلام عليكم و مرحبا بكم معنا في فيديو جديد سوف نضيف تحلية هذه خفيفة بالخوخ و نقدمها بالبلا كريم ما نحتاج لهذه التحلية؟ نحتاج لها خوخ نحتاج بعض العسل بعض زبدة بعض سكر سوف نحضر هذه التحلية بسم الله نبدأ و نضيف مقلاب على النار نضيف مغرفة السكر نضيف مغرفة السكر ما نفعل المقلاب سوف تجرس السكر نحضر و نعود إلى فليما تلاحظوا السكر الذي تضي في المقلاب انظر و نستطيع أن يقوم بالدان نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نقص هذا الرئيس نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر ملتقى وضع المصدر نضيف المكلاق للعسل وضع المطلح ثم اضغط المصدر ثم نضغط ثانية ثم زبدة ثم الزبدة ثم نضغط السكر ثم نضغط السكر ثم نضغط السكر ثم نضغط الزبدة ثم نضغط الخخط على اثنين فقط نضغط ونضعهم على الكمية الكمية التي تحتاجها للتحلية والسهرة والأفراد العيلة التي تريدها نضيفها قليلا تكون النار هادية نضيفها قليلا ونضيفها قليلا ونعود بسامنك قليلا اضيفها قليلا شماد أن ينضيفها قليلا نضيفها لنضيفها عندما تدخل فيها الكارامير و تشربوا مليح و تشعر بهم و تشعر بهم قدموهم كتحلية للطيوف في رمضان الصهراء نديروهم قدموهم هكذا و نعطيكم هذي هكذا و كل واحد كفى يشتي يقدم هذه التحلية قدموهم كتحلية كرام يوجدون في المحلات تشري كرام ببايد يجب أن تفتر و تشري المحلات المغرفة تشري كرام واللل كبير من المصعب على رواحينا هكذا بالمغرفة برك أخدمها بالمغرفة و تضعها في الواسط و تشري المحلات و تشري كرام و تشري المحلات و نضعها في الواسط و نضعها في الواسط و تشريك و تشريك وقدميها للطيوف جيدة 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 نبدلها قليلا ونقدمها في فواكه ونقدمها بلاكرام اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم واجربوها تجيبنين على جيدة تلاقاوا في فيديو جديد مع وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله